خادم الحرمين الشريفين وسمو للعهد يهنيان رئيس بوركين فاسو بذكر استقلال بلاده وصول أكثر من 719 ألف حاجة إلى المملكة من الخارج المملكة تعلن استيناف نقل شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المنجد التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في نشرتنا الرئيسة لهذا اليوم يرافقنا في لغة الإشارة الزميل بدر العنسي بسم الله الرحمن الرحيم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس روش مارك كابوري رئيس بوركين فاسو بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده وعرب الملك المفدى باسمه واسم شعبي وحكومة المملكة عن أصدق التهاني واطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعبي بوركين فاسو الصديق اضطراد التقدم والازدهار كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز السعود ولي العدنى برئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ببرقية تهنئة مماثلة لفخامة رئيس بوركين فاسو ترأست المملكة العربية السعودية أعمال الاجتماع التشاوري لللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لدارة المعلومات الجغرافية المكانية بمبنى الأمم المتحدة في نيويورك وأفادت بعثات المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة أن الاجتماع التشاوري لللجنة كرسة لمتابعة أنشطة وأعمال ثرق العمل المشكلة من قبل اللجنة العربية حقق هاكاثون الحج الذي نظمه الاتحاد السعودي للأمن السبراني والبرمجة ودرونز نجاحا كبيرا على مدى ثلاثة أيام حيث كسر الرقم القياسي كأكبر عدد من المشاركين في العالم بتزيله لألفين وتسعمائة وخمسين مشاركا المزيد في التقرير التالي بعد ثلاثة أيام من التنفس بين أكثر من ألفين وتسعمائة وخمسين مبرمجا قدموا من مختلف دول العالم حقق فريق سعودي من خمسة فتيات جائزة المركز الأول بسبق هاكاثون الحج وذلك عن تطبيقهم ترجمان ترجمان أفضلين الحاج على المركز الأول تبطلوا كانت كلم عن ترجمان يقوم بترجمة اللوحة الإشهادية الموجودة في الشاعر مجرد ما يضغط الحاج ومجرد ما يحط السكان عليها تترجم له للغة الحالية الموجودة في الجوال سواء هندية ستترجم اللوحة الموجودة للهندي فرنسي ستتحول للفرنسي وهكذا نحدي الأبوي وأمي لا يسعدهم وأهلي كلهم وأخواني وأخواتي لو يشبون الان أنا قلت لكم ها أروحي أرجع لكم بالمليون أنا رجعت بالمليون سباق هاكاثون الحاج شهد تنصيب الشريك المؤسسي لشركة أبل ستيف ووزنياك لمنصب سفير البوابة التقنية السعودية بعد أن سلمه معالي المستشار بالدوان الملكي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ سعود القحطاني شهادة من الاتحاد بذلك ضمن ختام فعاليات الهاكاثون كما أعلن الرئيس التنفيذي لبرنامج بادر المنبثق عن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن مبادرة احتضان خمسين مشروعا ضمن برنامج مخصص لدعم مخرجة مشاريع سباق الهاكاثون وإحنا اليوم أعلننا عن استعدادنا التام الآن بالمشاركة مع الاتحاد السعودي الأمن السيبراني وامنز الدرونز إلى تنسيق مباشر معهم إن شاء الله لترشيحهم لخمسين فريق يتم احتضانهم من عند برنامج بادر وهذا البرنامج طبعا حيكون مخصص للسعوديين وغير للسعوديين زي ما أنت شايف اليوم إلى ذلك تواصل وتوافض ضيوف الرحمن إلى المملكة حيث بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس سبعمائة وتسعة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسة وثمانين حاجا وحاجة بزيادة بلغت أربعة واربعين ألفا ومائة وسبعة وخمسين حاجا عن العدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديريات العامة للجوازات وأوضحت المديريات العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ ستمائة وثمانية وتسعين ألفا وثمانمائة واثنين وثلاثين حاجا وحاجة وكذا القادمين عبر البحر ثمانية آلاف وثلاثمائة واربعة وتسعين حاجا وحاجة والقادمين عن طريق البر اثني عشر ألفا ومائة وتسعة وخمسين حاجا وحاجة ما زلنا في الحج وهذه الفريضة الكريمة مع اقتراب هذه الفريضة غادرت قطاع غزة الدفعة الثانية من الحجاج الفلسطينيين المتجهين إلى الأراضي المقدسة عبر منفذ رفح البرهي مراسلنا تواجد هناك ورصد لنا هذا التقرير بعد طول انتظار لعدد منهم ودع حجاج بيت الله الحرام ذويهم قبل مغادرتهم قطاع غزة قصدين المملكة العربية السعودية لأداء فريدة الحج ابتغاء مرضات الله ورضوانه وسط فرحة كبيرة كما يصفونها نحن فرحانين وبعدين نحن مبسوطين أن المملكة العربية السعودية هناك طمنون أنه يصر لنا كل الأمور وعملون لنا تسهيلات السلطات المصرية ولتسهيل مشقة السفر وطول الانتظار على الحجاج الغزيين خصصت أربعة أيام لسفرهم عبر معبر رفح الحدودي نحو القاهرة ومنها إلى مكة المكرمة حيث وفرت المملكة كل التسهيلات والتجهيزات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام نحن سنكون بإذن الله نعمة السفراء للشعب الفلسطيني ولن ننسى ما قدم لنا ولقضيتنا من الشعب السعودي ومن الحكومة السعودية أتقدم بشكر إلى المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وولي عهدا أسأل الله تبارك وتعالى أن يديمهم للإسلام ولقد قاموا بواجبهم تجاه حجاج فلسطين جزاهم الله كل خير أكثر من ثلاثة ألاف حاج من قطاع غزة يؤدون فريضة الحج هذا العام غادرت منهم الدفعة الثانية وقلوبهم مشتاقة لتأدية الركن الخامس من الإسلام لمن استطاع إليه سبيلاً ضارعين إلى الله العلي القدير أحمد حرب تلفزيون المملكة العربية السعودية قطاع غزة أعلن معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح قرار المملكة استيناف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بدءاً من اليوم أسبت وبيّن معالي الفالح أن قرار استيناف عمليات شحن النفط عبر مضيق باب المندب جاء بعد اتخاذ قيادة التحالف للإجراءات اللازمة لحماية سفن دول التحالف مبدياً ثقته أن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة قد اتخذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لخفض المخاطر على سفن دول التحالف التي تمر عبر مضيق باب المندب ومنطقة جنوب البحر الأحمر والتنسيق مع المجتمع الدولي لأجل ضمان استمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطات الأمنية إنسانياً دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في عدن مشروع تحسين سبل العيش وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود وكذا مشروع لتحسين سبل العيش لأسر الأيتام ومن المقرر أن يتم تنفيذهما في خمس محافظات يمنية أعطاء كبير هو ذاك الذي تقدمه المملكة العربية السعودية والذي كان آخره تدشين مشروع تحسين سبل العيش ومشروع مهارتي بيدي لتحسين سبل العيش للأيتام حيث يستهدف المشروعين خمس محافظات بهدف خلق فرص اقتصادية ومهنية متنوعة في المناطق المحررة في هذه المرحلة نتشين اليوم نموذج جديد من إعادة التعافي في اليمن ويشمل مشروع سبل العيش هذه السبل هي عبارة عن تأهيل للفئات المجتمعية في كيفية تحسين دخلهم وإدارة شؤونهم بأنفسهم وفي حفل التدشين الذي أقيم في مدينة عدن تم توقيع اتفاقيات بدء التنفيذ حيث يستهدف المشروعين خمس محافظات بهدف خلق فرص اقتصادية ومهنية متنوعة في المناطق المحررة لتحسين حياة الأسر الأشد فقرا والأيتام والشباب العاطلين عن العمل دشن مشروعين من المشاريع الهامة والنوعية في المرحلة الحالية وهي تأهيل الشباب لسوق العمل وتدريبهم وتأهيلهم هذا وسيستفيد من المشروعين أكثر من أربعين ألف يمني بشكل مباشر وقير مباشر على ثلاث مراحل زمنية ستنفذ خلالها العديد من البرامج التأهيلية في إطار تنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر المدعومة من مركز الملك سلمان حماد حيدر لتلفزيون المملكة العربية السعودية عدن إلى ذلك أعلنت منظمة حقوقية اليوم رصد أكثر من 650 حالة انتهاك في اليمن خلال شهرين ارتكبها ميليشيات الحوثية الانقلابية ميدانيا شنت قوات الشرعية اليمنية هجوما مكثفا على مركز مديرية أدريهمي بمحافظة الحديدة لتحريرها من ميليشيات الحوثي الإيرانية التي منعت المدنيين من مغادرة المدينة ودارت اشتباكات عنيفة عند المدخل الشمالي الغربي لمركز المديرية ثقافيا نتوقف عند الفن التشكيلي حيث نظم مطار الملك فهد الدولي بالدمام وبالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون معرضا تحت عنوان فن بريشة شرقية والذي يعد الأول من نوعه في مطارات المملكة بحضور عدد كبير من فناني وفنانات المنطقة الشرقية بمشاركة نخبة من فناني وفنانات المنطقة الشرقية مطار الملك فهد الدولي بالدمام وتزامنا مع توافد واستقبال حجاج بيت الله الحرام يحتضن معرض بريشة فنان وذلك بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون جمعت فنانين المنطقة الشرقية من جميع المحافظات والمدن لتكون هي فاتحة ونافذة بصرية للثقافة والموروث البصري من خلال اللوحات الفنية جعلت من الفنانين أن يتقاسموا هذا الإبداع المعرض تضمن العديد من اللوحات من مختلف مدارس الرسم العالمية حيث عبر الفنانون عن الحياة من خلال إبداعاتهم في الرسم هو بصراحة المشاركة أضافت لشيء الكثير لأنه في أكبر تجمع الفنانين وفنانات المنطقة وكانت نخبة من الفنانين بصراحة يعني توفقوا في الاختيار جميل عنوان أيضا فن بريشة شرقية أيضا كان في محله وصراحة حسنا فرصة جدا رائعة للمشاركة في هذا المعرض الفن ما هو إلا وسيلة للتعبير عن النفس والعواطف والأفكار فالإبداع البصري هنا كان حاضرا ومتألقا للقناة السعودية هدى الغامدي الدمام ومن ثقافة الروح والعقل إلى الأبدان حيث أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين بالمشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن الذي سيبدأ باستقبال طلبات التسجيل اليوم السبت الثاني والعشرين من شهر القعدة الف واربعمائة وتسعة وثلاثين هجرية الموافق للرابع من أغسطس لعام 2018 ميلادية وذلك من خلال الموقع الأكتروني في هذه النشرة نذهب الآن إلى جولة أو لمعرفة ما يتم في تقرير الأحوال الجوية والزميل نايف العليان أهلا بكم مشاهدين الكرام وليكم حوال التقسى متوقع خلال الساعة القادمة ويوم الغد بمشيئة الله تعالى لا تزال فرصة مهيئة أو بمشيئة الله لهطول أنطار رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ويمتد تأثيره بمشيئة الله تعالى إلى الأجزاء الساحلية منها كما يتوقع تكون السحب الرعدية على مرتفعات نجران وتبوك في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة وكذلك على وادي الدواسر وننتقل بكم الآن مشاهدين الكرام بلحظة تقسى درجات الحرارة المتوقع اليوم غد بمشيئة الله تعالى سحب رعدية منطرة بمشيئة الله تعالى على مكة المكرمة واجوة حارة نهارا عليها وسماء غائم جزئيا على المدينة المنورة وكذلك الأجواء حارة بمشيئة الله على المنطقة الرياض وشديد الحرارة على الدمام وكذلك على بريدة مع وجود بعض العوالق الترابية والأتربة المثارة سماء غائم جزئيا على حائل واجوة صحة ومستقرة على السكاكة وسحب رعدية منطرة بمشيئة الله تعالى على المنطقة الشمالية المملكة في تبوك أجوة صحة ومستقرة وكذلك الحالة على سماء جدة وسحب رعدية منطرة بمشيئة الله تعالى على المرتبعة الجنوبية والجنوبية الغربية مسبوقة بالنشاط في الرياح السطحية مطيلة للأتربة والغبار هذا كان كل مدينة مشاهدين الكرام شكرا لكم المتابعة وإلى اللقاء وبهذا وصلنا مشاهدين الأكارم إلى نهاية النشر نشكر لكم طيبا المتابعة دمتم بخير سلام من الله عليكم ورحمات وبركات إلى اللقاء اشتركوا في القناة